أكملت وزارة الداخلية استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2017-2018 من خلال وضع خطط أمنية متكاملة وبرامج توعوية مرورية لجعل العام الدراسي الجديد عاما موفق وسلس إضافة إلى تعاونها الدائم مع وزارة الأشغال وعقد اجتماعات دورية لتفادي الاختناقات المرورية بمناسبة بداية العام الدراسي 2017-2018 حبه أنه بناءنا الطلب والطالبات على بداية العام الدراسي ولكل عارف أنه بداية العام الدراسي تكون الكثافة المركبات والحمد لله بتعاون وتوزيع الدوريات وانتشار الدوريات وعلى التغاطعات أو على الطرق السريعة والرئيسية كذلك بالإضافة إلى قرفة التحكم المركزي اللي قاعدت راقب طرق كلها الحمد لله بتعاون إخواني الطلبة وعولياء أمورهم يمكن التحدى شوية من الازدحام المروري وهذا اللي نتمنى أن التعاون ما بين الرجال الداخلية والماطن والمقيم يخفف شوية من الازدحام المروري خاصة في التغاية في قواعد وقوانين المروري بسم الله الرحمن الرحيم استعداداتنا في هذا العام أعتقد من الآن أصبحت مكتملة مع انطلاقة اليوم العام الدراسي لكل شاهد انتشار الدوريات سواء عن مستوى الأمن العام داخل المدارس وبالقرب من الدخول وخروج أبناء الطلبة من أجل تأمين سلامة الأبناء عند نزولهم من السيارات وصعودهم وانتهاء الدوام الدرسي الدوريات النجدة اللي هي مهمتها مراقبة الطرق السريعة مع داخل المناطق السيكانية وإسناد للأمن العام ودوريات المرور والدوريات المرور اللي هي لها العبل الأكبر بإنسيابة حركة السير سواء بمراقبة الطرق الرئيسية والدائرية والتقاطعات اللي محكومة بتقاطعات كلها على مستوى المحافظات من أجل إنسيابة حركة السير ومنع الاختناقات المرور انتوا عارفين بأن هناك بعض الطرق هي قيد الإنشاء وبالتالي هناك طرق بديلة طرق بديلة بأي حامل الحوال ليست بكفاءة الطرق الاعتيادية وخاصة بالنسبة للمنحنيات وأي منعطفات والطريق قد يكون قير آمن في أجزاء منه فبالتالي تطلب عملية الحذر والانتباه مثل ما لاحظنا هناك بعض الحوادث التي حصلت نتيجة عدب الانتباه في التقيد للخطوط الأرضية وخاصة في الطرق البديلة